متخذين الاختراع التدبيري عصى وسيلة يهشون بها على ضروري الحاجة اليومية في واقعهم المعيش لجأ مزارعون في قطاع غزة إلى ابتداء أجهزة خاصة من أجل توفير سماد عضوي وغاز منزلي بالتي هي أقل تكلفة وأنهض بقوام الحياة الزراعية ويوميات المعيشة تحت ورأة الأوضاع الاقتصادية ووصب الظروف المادية التي ترهق القطاع نجاح جاء على خلفية استخدام بعض المزارعين المحليين سمادا مستخلصا من وحدة غاز حيوي منزلي في مزرعة ببلدة وادي السلقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة ويواجه المزارعون في المنطقة شأنهم في ذلك شأن سكان الأطراف الشرقية لقطاع غزة المتاخمة للسياج الفاصل تحديات كثيرة منها التهديد الأمني ونقص الطاقة في ظروف تزداد تفاقما بين مطرقة الحصار وسندان الأزمة الاقتصادية المزارعون في منطقة الحدود الشرقية يحصلون حاليا على السماد من عشر وحدات أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق الحدودية بقطاع غزة كما يجمعون أحيانا مخلفات الطعام والحيوانات لوضعها في وحدة الغاز الحيوي التي تتعامل مع المخلفات فتنتج منها غازا وسمادا ابتغاء السدباب لاحتياج إلى شراء المقويات الزراعية وابتغاء توفير ذات اليد ومثل ما يساعد الغاز الذي توفره وحدة الغاز الحيوي ساعتين يوميا في تخفيف نفقات المعيشة قد تلجئ الحاجات الغزية الذي وقف به الحظ دون مدى دفع ثمن استوانة غاز الطهوي إلى اتخاذ الحطب من دونه بديلا